فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ومن أنواع التشبه بالكفار المنهي عنه التشبه بهم في التفرق في الدين لأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على عقيدة واحدة وإن اختلفت شرائع الأنبياء فإن مؤدها واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له لكنه يشرع لكل أمة ما يناسبها في وقتها ثم ينسخ ذلك بالبديل الذي يصلح للوقت الذي هو فيه إلى أن جاء الإسلام فصار صالحا لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة فلذلك الإسلام لا ينسخ شريعة الإسلام لا تنسخ وهي الشريعة الباقية إلى أن تقوم الساعة فالله جل وعلا يريد من عباده أن يجتمعوا على عبادته وعلى توحيده وأن يعملوا بكتابه أي كتاب أنزله في وقته توراة في وقتها الإنجيل في وقته القرآن في وقته وهو ما تبقى من الدنيا إلى أن تقوم الساعة ومن عمل بكتاب الله فإنه لا يتفرق لأن الكتاب يجمع ولا يفرق وإنما التفرق يحصل باتباع الأهواء والتعصب للآرى واتباع الشهوات والرغبات فإذا الناس اعتمدوا على الكتاب والسنة حصل الاجتماع قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقالت جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله فالله برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من المتفرقين في دينهم لأن الدين ليس محل للتفرق وإنما هو دين واحد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتورقوا فيه ولا تتفرقوا فيه فالدين ليس محل تفرق وإنما التفرق في الأهوة والرغبات والانقسامات والجماعات إلى غير ذلك فالمسلمون أمة واحدة كما قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم أعبدون وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان قال صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعضدهم كمثل الجسد الواحد المسلمون جسد واحد وبنيان واحد وأمة واحدة